على عجل وقبيل افتتاح السنة الدراسية وزارة التهذيب الوطني ترسل تحذيرا وتلويحا بإغلاق مدارس حرة لا تلتزم بتطبيق شروط الافتتاح السنوي وترتبات الالتزامات التي وقعت عليها بيان الوزارة وإن حمل لغة اعتبرتها الأوساط التعليمية بالقاسية فإن أصوات من داخل الوزارة تقول إن التغاضي عن المؤسسات الحرة جعل الكثير منها يضرب بالقوانين عرض الحائط في ظل انتقاد يوجه للقطاع الوصي بسبب فوضى التراخيص التي منحت للمدارس الحرة استراتيجيات عددة تأمل الوزارة اتخاذها قبيل الافتتاح السنوي وإعطاء صبغة جديدة لسنة التعليم التي شهدت مؤخرا انتكاسات وفقا للمعارضة بعد التسريب الجزئي للبكالوريا العلمية فهل تجد الدعوة الأخيرة أذانا صاغية أم يظل الأخذ والرد بين مدارس التعليم الحر والوزارة الوصية مجرد مسلسل متواصل الحلقات اشتركوا في القناة